عاوز اختم بموضوع فريحي كده يريح قلبنا شوية احنا في عهد اسمه عهد النعمة واساس علاقتنا بربنا مش دورنا دورنا محدود احنا ضعفة احنا قليلين اساس العهد الجديد كله النعمة الدور الالهي عشان كده اسمه عهد النعمة والنعمة معناها ربنا بيعمل في حياتك اي بيعمل في قلبك في دماغك في طبعك في الظروف اللي انت فيها بيشتغل بيعمل معجزة داخلية اكتر من المعجزات الخارجية بيطلع منك حاجة حلوة اوي زي فكرة الفخار ياخد عجينة كده سكلها اي كلام طلع منها تمثال حلوة اوي او اناء للكرامة زي ما الكتاب قال وبالتالي الشاطر اوي هو اللي دايما مشغول بالنعمة واكتر واحد نشغل بالفكرة دي في العهد الجديد القديس بولس عشان كده تلاحظوا كلما نقرأ البولس نختمه بكلمة ايه نعمة الله الاب تحل على ارواحنا لانه هو اللي تكلم عن نعمة بالحاح لانه كمان داء النعمة فكان شايف انها حاجة كبيرة اوي ودورها كبير اوي وتخلي الواحد فرحان طول الوقت لانه ربنا مغرأه ربنا مغطيه ربنا مش سايبه لما قال تفاضلت نعمة ربنا علي جدا انما في مداخل للنعمة في مفاتيح للنعمة في اسرار كده هغششها لكم ازاي تجيب نعمة اكتر لان خلي بالكم نعمة زي المحبس اللي في السماء كل ما تفتحه ينزل اكتر ينزل اكتر والمحبس بايدك على فكرة يعني كان على ربنا عاوز يغراءنا على طول لكن المحبس ده في ايدك انت انت اللي ممكن تزود النعمة في حياتك والغريب لما درست موضوع النعمة فجأت ان موسى النبي موسى النبي تعهد قديم وعهد النموس وعهد الحرف وعهد الدينونة فما بول الشرحة قال موسى كان زمن الدينونة زمن الموت كل جوه موسى انتهى بموت ومع كده موسى من كتر ما يطلع الجبل يفهم النعمة فيه اصحاح خروق تلاتة وتلاتين اي الكلمة نعمة ست مرات فكأنه فهم انه يبختوكوا يبتوع العهد الجديد عندوكوا حاجة اسمها النعمة احنا في العهد القديم لازم نزوء ونحاول لكن انتوا في العهد الجديد نعمة فوق نعمة ودي اللي بدأ بها انجيل يوحانا لما قال الناموس بموسى اعطى اما النعمة والحق فبيسوع المسيح سار هكلمكم عن مداخل النعمة لانه خلي بالكم تقدر تجيب نعمة اكتر لحياتك النعمة دي بقى معناها سلام معناها بركة معناها نجاح معناها فرحان معناها عارف تمشي صح معناها حل للمشاكل كلمة نعمة دي كلمة كبيرة كأنك عايش في معجزة طول الوقت هي دي بقى حياة الناس اللي عايشين في النعمة اكتر واحد على قمة فكرة التمتع بالنعمة امنا العدر عشان كده الملاك رئيس الملاكة قال لا السلام لك اياته الايه الممتلئة نعمة دي معدية كل القدسين دي فوق الكل لأنهم حصلة نعمة فوق كل الناس وده معناها انه ممكن يبقى عندك نعمة اعظم نعمة اعظم تعبرها more grace more you could get more grace انت عندك نعمة but you could grow in grace وده تعبير كتابي تقدر تنمو في النعمة فيبقى عندك نعمة اكتر تخيل نعمة في بيتك اكتر يبقى البيت دايما في بركة وفي سلام والعيال ماشي حلو نعمة في خدمتك تلاقي الابواب بتفتح لوحدها والمشاكل بتتحل نعمة في شغلك تلاقي نفسك كل الناس بتحبك قوي مهما عملت ده مش دورك دي نعمة and you can get more grace to grow in grace تعالوا نشوف تيجي ازاي اول مدخل كلمة التواضع كلما تنزل لتحت كلما النعمة تغرأك كلما تحس انك اخر الكل واصغر الكل واقل الكل تلاقي النعمة تجري ورائك المتواضعون يجدون نعمة دي قالوها كذا حد قالها بطرس وقالها يعقوب وقالها سليمان زمان فبيقول الله يقاوم المستجبرين اما المتواضعين فيعطيهم نعمة بعدها يقول فتواضعوا تواضعوا تحت يد الله القوي يبقى اول مدخل التواضع نظر الى اتضاع اماته ربنا يسوع قاعد يبص على كل البشر في كل الجنريشنز ولقى اكتر واحدة متواضعة في التاريخ ومنا العتر فاختارها تبقى امهم لان ده مركز مش هيتكرر تاني يجي من خلالها للبشر ده لانه لقاها اعلى واحدة في التواضع وهي كانت فهمة كذا لانها بتتعامل مع ربنا انها عبدة هو زى انا امت الرب تقول حاضر وتقدر تقبل اي ظروف مهما كانت صعبة ده التواضع التواضع يخليك طلباتك دايما مقبول عند ربنا كتير من انا ساعات يصلي ويحس الطلب مش مقبول نقص التواضع نقصك تواضع لو انت قلبك منكسر متواضع لا يرزل الله مش هيعرف يقولك لا فانت محتاج تنزل لتحت شوية تعرف انك اوحش من كده تقتانع انك اقل لانه دايما البرائد بتاعنا ده معطلنا احساس انك احسن من الناس وانك ماشي صح انك ما بتعملش زي الناس في الريس يقول انا لست مثل باقي الناس لا بيخدش نعمة خالص لكن اللي بيعرف يشوف نفسه قليل ده بيوصل لتواضع والتواضع يجيب النعمة التواضع معناه انك دايما حاسس انه اللي انت فيه كتير عليك مش قليل عليك خلي بالكم الفر فيه ناس حاسة انها في الدنيا دي مظلومة وانها ما كانتش تستاهل اللي جرالها وانه ربنا ظلمها وانها خدت اقل كتير من حقها واتمنت انت مش هتاخد نعمة بالطريقة دي العكس بقى فيه واحد بيبقى ماشي في الدنيا دايما عنده احساس انا خدت اكتر كتير قوي من حقي انا ما استهلش العز ده اللي عنده الاحساس ده ياخد نعمة فوق نعمة فيه ترى انت بتفكر ازاي من النوع اللي شايف نفسه مظلوم ويعني ما خدتش حقك ولا واخد اكتر من حقك التواضع يباني انك بتقول حاضر بسهولة متواضس مع كل وعزة تناقش وتجادل وتنقض انت عاوز تتعلم فعلى طول بتقول حاضر هعمل الكلام ده ده تواضع تواضع يباني انك بتكره الايدانة متحبش تكلم على حد ابدا تقاوم الغضب لان الغضب بيطلع من متكبر تقاوم التزمر لانك انت راضي مبسوط حاسس نعمة كبيرة اللي انت فيها بما فيها من مشاكل نعمة لان المشاكل ده هي طريقك للسام يبقى في تكره مدخل النعمة هو التواضع ده المدخل الاول هنا وكل لما التواضع زاد حتة كل لما النعمة زادت اول واللي عاوز النعمة تزيد معناها كل حاجة حلوة تزيد يركز في التواضع لو عاوز مشاكل كبيرة تتحل ركز في التواضع والتواضع ده بيبقى من جوه البر خلي بالك طريق تفكيرك نظرتك للناس سلوكك كل ده بينطبق عليه التواضع التواضع يباني انك محترم ومقدر كل الناس شايف كل الناس كبهر حلوين التواضع بيباني انك مبسوط وانت في الاخر مش في الاول مش عاوز تباني مش عاوز تظهر عاوز تختفيه ياريت كل الناس هي اللي تزباني تاني مدخل مهم هو الصلاة الاباء فسروا ان لما قال المسيح اسأل وتعطو محنى الدرجة شرحها كده قديس من القرن السابع قال كل ده كان على النعمة لان ربنا اجمل ما عنده حاجة اسمها النعمة النعمة دي كل الخير الاله فلما قال اسألو تعطو نعمة وطلبوا تجدوا نعمة اقرعوا يفتح لكم باب النعمة كل من يسأل يأخذ نعمة كل من يطلب يجد نعمة هو شرحها كده فانت بتصلي عشان حد يخف لو بتصلي بحرارة يخف او ما يخفش انت خدت نعمة بتصلي عشان مشكلة تتحل تتحل او ما تتحلش انت خدت نعمة يعني بتاخد حاجة اكبر من اللي انت طلبتها انت نفسك المشكلة تخلص هتخلص او انت هتخلص مش ده المهم المهم انك هتكون خدت نعمة والنعمة دي معناها انك طلقت خطوة لفوق كبرت وبقيت اقرب لربانه وزي حاجة كبيرة ايو فده مدخل مهم اوي انك كل صلواتك تبقى مستني النعمة عاوز نعمة ربان مالكش طلبات تاني وده المقصود في كلام المسيح لما قال اطلبه اولا ملكوت الله وبره والباقي ده كله يزاد لكم لما بوليس قعد يصلي بإلحاح انه يخف ان الشوكة تطلع شوكة الجسد كمرته قال من اجل هذا الامر تدرعت الى الله ثلاث مرات ان يفارقني جات اجابة غريبة جدا ربنا ما تكلمش في الشوكة خالص ما قالوش طب استنى عليها شوية طب هتمشي الشوكة دي هنشلها طب نخليها قال له حاجة تاني قال له انت مش معك نعمة النعمة اللي انا هدهالك هتكفيك خليك زي ما انت بس معك نعمة فقال خلاص انا موقف خلي الشوكة والزل والمرض والغلب وكفاء النعمة تكفيك نعمتي قوتي في الضعف تكمل قال من ساعتها افتخر افتخر بالشوكة ومبسوط ان الشوكة موجودة اذا كتدي لها الجبل النعمة افتخر بضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح احيانا وجود تجارب او الشوك في حياتنا يكون ده الطريقة اللي ربنا بيخلينا نصلي اكتر فناخد نعمة اكتر ولو الشوكة تشالت هنبطل نصلي وهنقفل على نفسنا محبس النعمة بنضر روح فيقول لك خلي شوكة خليها شوية طب تعبنين خليهم تعبنين بدلها ياخدوا نعمة اكتر ده اغلى واهم واكبر واكتر من اي استجابة انت بتحلم بها الصلاة دي اي نوع من الصلاة يعني لو قلنا صلاة يسوع تجيب نعمة مزامير تجيب نعمة تسبحها الادسات الخلوات الصهر الروحي كل ده يجيب النعمة اي حالة صلاة اي حديث مع الله اي تركيز في ربنا يجيب نعمة لكن تركيز في الدنيا بيطرد النعمة على فكر فاللي بيضيع وقتهم زيادة في الدنيا بيطفن الروح بينفو النعمة من حياتهم لكن اللي واعي وشاطر بيجري وراها ويطلبها من قلبه ويسعلها وفرحان بيها ولما يمسكها يتصعبط فيها كده وما يسيبهاش تروح من مدخل الاولاني للنعمة زود التواضع المدخل التاني للنعمة زود الصلاة المدخل التالت زود المحب اي اعمال محبة اي تعب محب اي خدمة مخلصة فيها محبة تجيب نعم لان ربنا اله المحب مصدر كل حب بيحب الحب وبيحب يخلينا دايما في حالة محب محبة دي يعني ملكش غرط ملكش مصلح ملكش استفادة شخصية في اي حاجة بتعمله ما احلى ان يجتمع الاخوة كالطيب بالطيب ده اشارة للنعمة النعمة تحل على الكنيسة لما يبقى تجوه كله محبة لها وحدانية القلب يقول على جميع هذه يعني فوق كل حاجة بتعملوها البسوا المحب قرأت مرة قول الاحد القديسين على الاية دي بيقول المسيحي اللي مش مشغول بمحبة الناس لمواغذ عريانه لانه مش لابس رجع لآدم لما تعرق لكن علامة المسيحي لابس المحبة طول الوقت ماشي يحب الناس كلها يخدم الناس كلها يشجع يطبطب يكبر يعمل اي حاجة فيها محبة البسوا المحبة لان دي تدخلك طريق الكمال دي رباط الكمال دي تلم كل وصايا كتاب المقدس كل التوصيات اللي جات في الانجيل تخلص في الحتة دي والمحبة تجيب السلام تلاقي السلام ملكة في قلبك يعني استقر جواك سلام من الله محبة لا تسقط أبدا يعني المحبة ما تخيبش يعني لو انت عايش بالمحبة هتدخل السام دي السكة اللي ما تخيبش أبدا انت ممكن تكون بتصوم كتير بس ما تدخلش السام لأن الفرسين كانوا بيصوموا كتير لكن مش ممكن تكون بتحب فعلا كده never fails يعني لازم هتوصل للسام محبة يعني أشكال كتير نستحمل الناس بس ما زي ما اتفقنا مش هنقول لهم احنا محتملينكم هنقول ايه احنا محتاجينكم محبة بتبان في التعب من غير شكوى من غير تزمر بدعوا تجرومبلينج ما فيش إدانة ولا إهانة ولا أي شكوى المحبة معناها انك تبقى بتنسى وتسامح وتقلب وراء ظهرك وتكمل رسالتك مهما كان تعبك المدخل الرابع المفتاح كل المفاتيح دي بتشتغل بتشتغل كويس كل ده يخلي إيدك على محبس النعمة في السام افتح على نفسك النعمة بالتواضع بالصلاة بالمحبة بالإيمان لقدما ربنا يفرح قوي بالتواضع والصلاة والمحبة في حاجة ما ينفعش تقرب من ربنا من غيره بدون إيمان لا يمكن إرضاه يفرح قوي ربنا لما تتكل عليه والاتكال أو الثقة درجات هي مش مجرد I believe in God No How much you trust in God How much you rely on God دي بتبن من دماغك على فكر ربنا شايف دماغك لما بتفكر كتير قوي يبقى أنت بتقول I cannot trust in him enough عشان مخك شغال زيادة عشان بتحسب زيادة عشان مش مبسوط ما هو وشك لمو أغزة بيكشفك الوش المعكر ده معنى أنك مش عارف تتكل مش عارف تصق مش عارف ترمي علي ودي ما بتزعله دي بتقفل عليك النعمة إنما بقى لو عاشت مسلم ورامي على ربنا زيادة النعمة تدلق ده اللي بقى المطر ينزل ما يقفش بقى وتلاقي كل حاجة طالعة لوحدها السمر تعارفين البلاد الحلوة اللي زيكم فيها مطر كتير الزرع بيطلع لوحده إحنا في مصر نقعد نجيب نقطة المية بالعافية ونحفر أبيار ونشد من النيل شاد الزراعة عندنا مكلفة جدا في البلاد اللي فيها مطر كتير الزراعة بلاش فهمين الفكرة هاي دي الفرق النعمة اللي عنده نعمة بيطلع منه السمر من غير مجهود كبير لأنه المطر نزل على طول فتلاقي كل حاجة ماشية لوحدها حبة وفرح وسلام وخير فإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تعلمتم يسيرا يكملكم ويسبتكم ويقويكم ويمكنكم وتحسوا كده زي العمال يدعي كده يدعي لنا دعوات حلوة يعني يعمل كل حاجة نقصة أي حاجة نقصك هو هيكمل بس صدق أن ربنا هو المسؤول بالإيمان بنعمل حاجات ما كناش نتخيل نعمل يقول قهر وممالك تخيل النهاردة في الزمن ده البلاد اللي ماشية غلط دي كلها هالك كنستنا البسيطة الصغيرة تقدر تغير في المجتمع ده قهر وممالك طبعا ممكن بالإيمان عندنا ثقة أن كنستنا قوية وإيماننا قوي وإحنا اللي نغلب الكالتشر الملخبط ده مش هو اللي يغلب عيالنا الإيمان الإيمان صنعوا بر نالوا موعيد سدوا أفواه أسود أطفاءوا قوة النار نجوا من حد السيد كل ده رليتد للنعمة جات منين جات بالإيمان ده كل ده معجزات كل دي حاجة سوبر ناتشرل سوبر باور لأنها جاية من ربنا بس مفتاحة بالإيمان تقو من ضعف صاروا أشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان ذلك ليس منكم هو أعطيه طالله يبقى اللي عنده ثقة في ربنا إيمان حقيقي ياخد نعمة فوق نعمة جاو الأدسات براجع دايما جاو بيرفع درجة الإيمان خلي بالكو كل أدس بتدخله وتحاول تصلي فيه إيمانك بيزيد حت كل كلمة أمين بتزود حت فإوعى تستقل بالأدس اللي بتحضر كل مرة تصلي أو تسجد من قلبك إيمانك بيزيد حت لأن الإيمان وليد الصلاة الصلاة تولد إيمان الإيمان بيبان في الاتكال في أنك أنت مسلم أنك رايق أنك متطمن أن الدنيا مهما حصل فيها أنت مش لوحدك بالعكس أنت متطمن أنه ربنا عارف بيعمل إيه وبيعمل أحلى حاجة في الآخر أنت بتكتشف كل واعد بيقوله ربنا أنت بتفرح به زي الطفل كده اللي بيفرح بهدية غالية ويقعد إيه يكتشفها ويفتحها وسعيد بيها لأنها هدية فكل وعود الله هدايا لأولاده أراجع اللي أنا قلته مداخل النعمة أربع على الأقل عاوزين نشتغل عليهم دول مفاتيح النعم دول يخلوا حياتنا مختلف تخلي وشك أحلى من كده تخلي أيامك أهدى من كده تخلي خدمتك أنجح من كده تخليك شايف صح إيه المفروض تعمله تحس أنك أنت طلعت سلمة عمرك ما طلعتها عبل كده إحنا في عهد النعمة بس للأسف ساعات بنعيش كأننا في عهد قديم عملين نفكر في حرفيات ونبص البعض ونستنى من الدنيا تدينا حاجة زي الشحتين وإحنا أغنية جدا أغنية بالنعمة وأقويا بالنعمة تقوى يابني بالنعمة التي في المسيح يسوع التواضع مدخل الصلاة مدخل المحبة مدخل الإيمان مدخل على فكرة المداخل مش صعبة لو فكرت فيها مش صعبة لأنه أسهل أنك تكتشف أنك ضعيف وتبقى متواضع أسهل لأن دي الحقيقة أسهل تقول يا رب بدل ما تفكر الصلاة أسهل من التفكير أسهل أنك تحب من أنك تعادي أو تكره أو تشيل وتحط جواك وأسهل أنك ترمي على ربنا بدل ما تشيل على دماغك فالحقيقة المداخل مش صعبة بس عاوز الواحد يركز عشان كل مفتاح من دول يخلي حياتك طعمها أجمل وعلاقتك بربنا أقوى وبالتالي يبقى لك رسالة حقيقية قبل ما العمر يخلص لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأب تامين